بين الكيان الصهيوني وإيران تحول جنوب السوري إلى حلبة صراع وتصفية حسابات بتراشقات صاروخية لا خاسرة فيها ولا منتصر من كلا الطرفين ومع علان الرئيس الأمريكي دوراند ترامب انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران ومباشرته بفرض عقوبات جديدة عليها ازداد التوتر بين طهران وتل أبيب وظهر على شكل ليلتين ساخنتين شهدتهما ريف دمشق والقنيترا حيث أضيئت المنطقة بصواريخ صهيونية استهدفت مواقع الحرس الثوري الإيراني في منطقة الكسوة وأوقعت عددا من القتل الإيرانيين ولم يكتفي الكيان الصهيوني بهذه الضربات فأعقبها في اليوم التالي بعشرات الصواريخ التي دكت 11 موقعا استراتيجيا لإيران في كل من ريف دمشق والقنيترا والسويداء وحمص وبحسب الجيش الصهيوني فإن هذه الضربات تعد أقوى حدث عسكري دمر البنية التحتية للمنشآت العسكرية الإيرانية في سوريا الأمر الذي لم تنكره وسائل إعلام النظام السوري واستهدف القصف أيضا معسكرا إيرانيا شمال دمشق ومخازين أسلحة إيرانية بمطار دمشق الدولي وموقع رصد إيراني ومنصة صواريخ بالإضافة إلى مضادات أرضية تابعة لقوات نظام السوري وعلى أثر هذه الضربات ردت إيران بدورها بقصف صاروخي مماثل من حيث الكم ومختلف من حيث التأثير فلم تسجل المراصد أي إصابات أو أضرار بالمنشآت الصهيونية في الجولان السوري المحتل جراء الصواريخ الإيرانية ورغم كثافة الضربات الصهيونية إلا أنها لم تحمل ملامح مواجهة عسكرية مباشرة وذلك بحسب المؤشرات العسكرية على الأرض فصفارات الإنذار الصهيونية ما لبثت أن صمتت والاستنفار الصهيوني في الجولان المحتل عاد إلى هدوئه كما أن تصريحات وزير الدفاع الصهيوني لا تنبيع عن طبول حرب قريبة حيث اعتبر أن الهدف من الضربات الصهيونية منع إيران من تحويل سوريا إلى خط مواجهة أول مع الكيان الصهيوني إبعاد النار عن الحدود أقصى ما تسعى إليه التل أبيب إذن التي اكتفت أكثر من مرة بالمطالبة بإبعاد الميليشيات الإيرانية عن حدودها دون الاعتراض على وجودها في سوريا ترجمة نانسي قنقر